اشتركوا في القناة ايدي النصر المجيد في حرب السادس من اكتوبر عام 1973 اعلن الكريملين ان الرئيس عبدالفتاح السيسي سازول روسيا يوم السابع عشر من اكتوبر الجاري حيث صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ان التحضيرات جارية من اجل الزيارة ومن جانبه اعلن مساعد الرئيس الروسي يوري اوشاكوف ان موسكو تجري مباحثات النشطة للتحضير لزيارة الرئيس السيسي لروسيا بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر كما بعث امير الكويت شيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وولي العهد الكويتي الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتية شيخ جابر المبارك الحمد الصباح ببرقية تهنئة مماثلة بمناسبة ذكرى النصر كما بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة برقية تهنئة الى الرئيس السيسي تفتتح وزارة الاوقاف 12 مسجدا بمحافظة الوادي الجديد بعد تجديدها وفرشها وذلك خلال زيارة وزير الاوقاف محمد مختار جمعة للمحافظة بمناسبة احتفالتها بعيدها القومي واضحت الوزارة ان ذلك يأتي في اطار دورها بالاهتمام بالمساجد مبنا ومعنا وفي اطار خطتها ايضا لاحلال وتجديد وصيانة المساجد اشهد وزير الخارجيات سامح شكري بدعم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الجايكا لمشروع المتحف المصري الكبير وانشاء الخط الرابع لمتر الانفاق والشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم وذلك خلال لقائه رئيس الوكالة حيث اكد شكري تقدير مصر لجهود الوكالة في دعم التنمية في مصر ومن جهته اعرب رئيس الجايكا عن تقدير بلاده للعلاقات الثنائية مع مصر كما شهد اللقاء بحث مشروعات التعاون المشترك يتقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الانتخابات البرلمانية باقليم كردستان العراق وفقا لما اعلنته مفاضية الانتخابات الكردية التي جرت في الثلاثين من ستمبر الماضي بعد احصاء 85% من الاصوات وتصدر نتائج الانتخابات الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان العراق مسعود برزاني تلاه الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل جلال طالباني وجهت الحكومة اليمنية الشكرى الى روسيا على دعمها للسلطات الشرعية في اليمن معربة عن املها في ان تواصل موسكو مساعدتها المقدمة وعرب السفير اليمني لدى واشنطن احمد عوض بن مبارك تطلع بلاده لمساهمة روسيا في تحسين الوضع الاقتصادي في اليمن وبواجه الخصوص امكانية دخول الطلاب اليمنيين الى روسيا وكذلك المساعدة في خلق فرص عمل للمواطنين اليمنين اكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوكدانوفا ان الولايات المتحدة تحاول تقويض المبادئ الاساسية للتسوية في الشرق الاوسط واضف بوكدانوفا في المنتدى الدولي حوار الحضارات ان بعض تصرفات السياسة الخارجية الامريكية تثير القلق خاصة انسحابها من خطط العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الايراني ومحاولاتها تقويض المبادئ الاساسية لتسوية الشرق الاوسط وتطبيقها تشريعات خارج الحدود الاقليمية واطلاق حروب تجارية فازت النشطة الايزيدي العراقية نادية مراد والطبيب الكونغولي دينيس موكويجي بجائزة نوبل للسلام لعام 2018 وناديا مراد ناشطة حقوقية نجت من الاسترقاق الجنسي على يد تنظيم داعش الارهابي في العراق بينما موكويجي طبيب امراض نساء يعالج ضحايا العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية نهاية المجازرة لكم اشتركوا في القناة